شيء آخر للأسف وصل للبعض أنه بهاجم إخوته وأخواته المؤمنين على الفيسبوك أو على وسائل التواصل الاجتماعي يعني وصلت حد الوقاحة خلينا أقولها أنه بهاجم إخوته وأخواته في الإيمان عبر طبعا في حالات استثنائية لأنه في ناس تبعث له وفلان وفلان في حالات استثنائية إحنا بنعرف بس خلي الله ليتدخل في المجرى والطريقة الكنسية الصحيحة لتأخذ مجراها مش العدالة تتاخذ بالدين الناس مشان هيك الرب منع الانتقام مثلا في العهد القديم عقاب الموت مثلا أو القاتل الموت على أساس أنه ما يكونش في فلة حكم زي عنا في الشرق الأوسط واحد يقتل بينتقمه من كل العيلة فوضعت القوانين حشان السلطة الحكومة اللي موجودة أنه تعاقب الشخص اللي ارتكب هذه الجريمة بنفس حجم الجريمة بس هاي القوانين وضعت لخير الإنسان وضعت حتى تساعد الإنسانية مش تقضي على الإنسانية لأنه لو كل واحد عاوز يعمل شخص الآخر كل العالم صار عميان وإذا كل واحد عاوز يقطع يد كل العالم رح يصير بلا إيدين أو بلا رجلين إلى آخره فالعاوز أقوله أنه كتير مرات أحبائي من هاجم وهذا أخطر شيء الشيطان ويصلوا أنه يضربنا بعضنا في بعض اشتركوا في القناة